أكيد أن القصة اللي معنا في هذا الفيديو قصة حقيقية سيدة العمر ديالها خمسون سنة ربيعات كرمها بالدرية الصالحة ألف مبروك لها وبطبيعة الحال كان بغي من هاد المنبر نقول لكم بأن لا شيء مستحيل بزفد السيدات غادي يستغربوا كيف ممكن عرفوا بأن السيدة ملكة تكبر في السن فكيقلوا الفرص ديال حدود الحمل ولكن سبحان الله ربك فاجأ العباد دياله فاجأ هاد السيدة هدي وكان بغي نقول لك بأن الأمر ماشي مستحيل تشبتي بالحلم ديالك وتقني بأن لا شيء مستحيل بطبيعة الحال أنها درت بعدة وصفات جربت عدة أشياء وتبعت عدة نصائح يعني كانت فاقدة للأمل بطبيعة الحال بحكم أنها تقدمت في السن كانت كتقول بأن حلم الإنجاب ما بقاش حقيقي ويعني ما بقاش متشبتة كيف مما الأول وبطبيعة الحال بحكم السن ديالها بحكم أنها خمسين يعني في الخمسين سنة قالت بأن الحلم ديالها ما بقاش حقيقي الحلم ولا من الماضي فما بقاش متشبتة كيف مما الأول بطبيعة الحال ما بقاش متبعة للوصفات وما بقاش مجهدة في الوصفات كيف مما كانت قبل يعني ملي كانت صغيرة في السن كانت ديما كتدير الوصفات ديما يعني كتجرب مجموعة من الأمور اللي كتسمع أنها مزيانة ولكن بحكم أنها وصلت لهذا السن هذا وما عندهاش أطفال فاولات كتشوف الحياة مضلمة ما بقاش يعني متشبتة كيف مما الأول وبطبيعة الحال كيف مما ديما كان نقول لكم بالإضافة إلى أنني كان أعطي وصفات ناجحة في هذه القناة إن شاء الله كان أحاول أنني نعطيكم واحدة طاقة إيجابية كان أعطيكم الأمل والتفاؤل اللي فقدوهم جمعة من السيدات اللي معايا في هذه القناة من هذا الميمبر كان بغير نقول لك بأن ربي غاد يعطيكم وإن شاء الله غاد يرزق كل وحدة فيكم الدرية إن شاء الله فقط يعني صبروا الوقت ما زال ما حانش غاد يعطيكم الله في واحد الوقت يعني مجموعة من السيدات كيتواصلوا معايا في الخاص ما كانوش يعني متصدقين أنهم غادي ربي غيرزقهم بالدرية وسبحان الله كانوا حوامل فاللي نبغي نقول لكم ديما خليكم بواحد الروح إيجابية في الحياة ديالي وبحكم مجموعة من التجارب كان بقى ديما إيجابية كان شوف القدام وما كان بغيش رجع للوراء باش نوصل الحلم ديالي والهدف ديالي لأن ديما فيما كتكون متفائلة وإيجابية فكتكون يعني عندك واحد الطاقة باش توصل للحلم ديالك والهدف ديالك هاد الشي هو اللي نبغي نزرعو فيكم يعني ضروري أنكم تكونوا عندكم واحد الكيمية من التفاؤل باش تبقاوا عايشين في هاد الحياة هاد بسعادة يعني ما تحطوش اليدين ديالكم وتقولوا بأن الحن ديالنا مستحيل راه مع مرة من نحمله أو من نجبه راه هادك شي بيدي الله ولي كيرزق يعني ما يمكنش أنت تعرفي واش غادي تحمليه أولا الله ما يمكنش هاد الشي راه مستحيل هادوك أرزاق بيدي الله ربه هو اللي غيرتك في الوقت المناسب يعني هاد السيدة هاد بالإضافة إلى مجموعة من السيدات اللي في العمر ديالهم أربعون سنة فما فوق ربي يكرمهم بالدرية بعد يأس يعني بعد معاناة بعد يعني مجموعة من الصعوبات ربي يعطهم في هاد الوقت هذا المتأخر وكانت يعني الفرحة مضاعفة يعني بحكم أنهم فقدوا الأمل يعني من اللي كتكون فاقد الأمل في واحد الحاجة وربك يعطيك يعني أكتر مما كنت تتمنين فهناك تكون واحد الفرحة عارمة وحد الفرحة اللي كتكون يعني غير متصورة يعني الشخص ما كيكونش نوي شي حاجة وربك يعطيها له فهناك تكون واحد المفاجأة عظيمة وكبيرة جدا هاد السيدة هادي ما فقدتش الأمل يعني في واحد اللحظة يعني في واحد اللحظة في الوقت ديالها كانت كتفكر أنها تدير شي وصفة وتكون هاد الوصفة هادي ناجحة يعني قالت بأنه إلا درت هاد الوصفة هادي ربي ما غدي شي خيبني وغدي يعطيني ذاك شي اللي كانت منها بل واكتر بالفعل جربت ديك الوصفة سبحان الله كان عند المخزون ضعيف 0.1 في البويضات ديالها وغدي نعطيكم مجموعة من الأشياء اللي كتأدي لضعف مخزون التبويض أو البويضات والأسباب دياله لأن بزاف ديال الأسباب ممكن أنها تأخر لك الحمل وتأدي إلى نقص مخزون التبويض هاد المخزون هادا اللي ضروري يكون طبيعي عند مجموعة من السيدات باش يتم عندهم الحمل هذا لا يعني بأن هاد السيدة هادي اللي عندها 0.1 في المخزون ديالها مايمكن لاش تحمل راه مايمكنش بطبيعة الحال أنك تعتقدي هاد الأمر هادا وتقولي بأن عندك المخزون ضعيف راه ما غديش نحمل بالعكس ممكن أنك تحمل يعني بويضة واحدة فقط إلا كانت جيدة وربي إراد بأنه يكون عندك الحمل فغادي تلقح ديال البويضة وغادي يحصل الحمل وكان بزاف ديال السيدات كان عندهم 0.000 واحد أو 0.000 بطبيعة الحال على حساب النسبة اللي راه هي النسبة قليلة بزاف وتم عندهم الحمل هاد الشيء يعني بقدرة الله هو اللي كيحدد هاد الأمر هادا بطبيعة الحال خاصة ضروري أنك تدري بهذا النصائح وكذلك تعرفي شنه هما الأسباب اللي ممكن تخلي هاد المخزون ضعيف كان نشوفه بعض السيدات في الثلاثينات من العمر في الأربعينات وكيقل عندهم هاد المخزون بواحد صورة خيالية نتيجة هاد الأسباب هادي اللي ممكن تجعل المخزون ديالك ضعيف ويكون فرص الحمل قليلة يعني ما كتكونش ماء منعدمة ولكن كتبقى تقل مع نقص هاد المخزون بالنسبة للعام الأول اللي كيأثر في هاد المشكلة هو السن يعني مع التقدم في العمر كيقل المخزون تدريجيا ولكن كنشوفه بعض المرات يعني سيدات صغارة في السن وكيقل عندهم هاد المخزون هذا كيعود الأمر لأن العدد قليل منذ الولادة يعني منذ ولادة السيدة راه كتولد كل السيدة بواحد المخزون معين كل سيدة المخزون ديالك يختلف على المخزون سيدة أخرى على حسب ذلك العدد اللي عندها منذ الولادة بطبيعة الحال أن هناك كذلك عيوب كروموزومية في المبيض اللي كتأدي إلى نقص مناعة الجسم وهذا الأمر هذا كيأثر على المبيض وكيأدي إلى التهاب في الحوض أو بطانة رحم مهاجرة كتترك أكياس عند إزالتها كتسبب في هذه المشكلة أو كذلك أورام المبيض أحياناً لما تقوم بالتآكل وكذلك الأورام السرطانية كتأدي إلى استئصال المبيض كما أن الجرح المبيض من جراء العمليات الجراحية مثل كي المبيض أو استئصال الكيس كيجعل الجهاز المناعي كينتج خلايا ضده على أنه جسم غريب ويحدث له تآكل بطبيعة الحال نقص مخزون المبيض ممكن تعرفه السيدة يعني يدير واحد تحليل لهرمون AMH اللي هو مخزون المبيض بطبيعة الحال هذا النقص هذا راه ممكن السيدة تعرفه بهذا التحليل هذا وتعرفه واش عندها البويضات كافية أولى له وكذلك يعني الطبيب يتصرف حال نقص المخزون الشديد للبويضات ممكن كذلك الطبيب المعالج يشك بأن عندك هذا النقص هذا باللي تمشي تلقى بالعبادة وتلقى بأن عدد البويضات قل من سبع بويضات يعني من المفروض أن المبيض ديالك كل دورة يتلقى عشر بويضات وأكثر وبويضة واحدة هي اللي كتنجح وكتكمل المصار ديالها ولكن إلا شاف الطبيب أنه عندك قل من سبع بويضات فهنا غدي بدي يشك وغدي يعطيك باش تديري هالتحليل باش تعرفي المخزون ديالك من البويضات وكذلك أي يعني شك عند السيدة سواء كانت الدورة ديالها قليلة أو ما تجيهاش أو من عدمة ما تجيش كل شهر هنا ضروري تمشي تزوري الطبيب ديالك وديري هاد الفحص هذا باش تأكدي منه بأن المبيض ديالك يعمل بالشكل دياله الصحيح بطبيعة الحال غدي نجيو هنا الوصفة المعجزة العشبة الرائعة جدا اللي ساعدت العديد من السيدات سبحان الله بالصدفة ربما تكون هاد العشبة هاد مجرد صدفة ولكن بزاف ديال السيدة تجربوها والسن ديالهم متقدم عشبة المتنان عشبة المتنان عشبة متوفرة عند العطار ممكن تاخدها السيدة اللي عندها انعدام في الدورة وممكن ترجع عندها الدورة سبحان الله بطبيعة الحال السيدات اللي ما عندهمش دورة منتظمة أو ما تجيههمش الدورة يتناولوا كأس في الصباح وكأس في الليل غلي هاد العشبة هاد بواحد البدع دقائق وحاولي انك تخليها في واحد المكان باش تطلق المفعول ديالها صفها وشرب كأس في الصباح كأس في الليل وسبحان الله بزاف ديال سيدات تجربوها ولقوا عليها النتائج الإيجابية كان سيدات انقاطعت عندهم الدورة ورجعت انتظمت لهم ورجعت لهم الدورة مجرد انهم انتظموا على هاد الوصفة هاد قلبوا عليها وبحتوا عليها واكيد انها فيها بزاف ديال الفوائد وجميع الاعشاب اللي يعني اعطاها لنا الله الا وفيها العلاج وفيها مجموعة من الفوائد بطبيعة الحال كان هذا هو الفيديو ديال يوم اتمنين الاعجاب ديالكم ما تفقدوش الامل وديما خليكم في طاقة ايجابية لانه تشي حاجة ما تستاهل يعني ضروري انك يعني الصحة ديالك تهتمي بها حاولي انك يعني تبقاي متشبتة بالحلم ديالك ولكن الى ما تحققش في واحد الوقت راه غاد يزيد يتحقق في ايام اخرى ان شاء الله وفي واحد الوقت كان هذا هو الفيديو ديال يوم اتمنين الاعجاب ديالكم ما تنسونيش ديما من لايكات ديالكم راه مهم اللايك ديالك باش كيوصل هاد الفيديو جميع السيدات لفاقد الامل في الانجاب السيدات اللي كيقولوا بان الحلم ديالهم مستحيل وصلوا لي هاد الفيديو لهم ان شاء الله اشتركوا في القناة